بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده أن جعل لهم مواسم للخيرات مسارعون فيها بالطاعات ويتجلى عليهم فيها بالنفحات فيضاعف لهم الأجور والحسنات ويمحو عنهم الذنوب والسيئات ومن أعظم هذه المواسم شرفا ما نحن مقبلون عليه من أيام مباركة وليال فاضلة وهو شهر رمضان المبارك فعندما ينتصف شهر شعبان ندرك على الفور وبلا أدنى شك أننا على أعتاب شهر رمضان ندرك أننا على أبواب شهر رمضان ومن هنا فإننا يجب أن نستقبل هذا الشهر الكريم باستقبال خاص باستقبال يرضي الله عز وجل فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستقبله بأعظم استقبال كان يهيئ نفوس أصحابه لاستقبال هذا الشهر الكريم كان يستقبله بقوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه شهر هو شهر الصبر والصبر سوابه الجنة وهو شهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار وكان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجره شيء كان صلى الله عليه وسلم يحرص على نفوس أصحابه وتهيئتها لاستقبال هذا الشهر الكريم فكان إذا هبتنا سائم شهر رمضان ينشر البشر والبهجة والسرور في قلوب أصحابه ويحثهم على العمل في هذا الشهر الكريم فيقول صلى الله عليه وسلم آتاكم رمضان شهر بركة يغنيكم الله فيه وفي رواية يغشاكم الله فيه فينزل الرحبة ويحط الخطايا ويستجيب الله تعالى فيه الدعاء وينظر فيه إلى تنافسكم في الخير ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل هكذا كان يستقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم أما صحابته الكرام فكانوا يدركون فضل هذا الشهر وكانوا يستشعرون منزلته ومكانته بين يدي رب العالمين كانوا أحرص الناس استجابة لتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أحرص الناس على الامتفال لها فكانوا يدعون الله تعالى ستة أشهر ليبلغهم رمضان ثم يدعونه ستة أشهر أخرى حتى يتقبل الله تبارك وتعالى منهم رمضان كانوا يستقبلون هذا الشهر الكريم بالطاعات والقربات لله سبحانه وتعالى فكانوا إذا نظروا إلى هلال شعبان انقلبوا وقلبوا المصاحف وأكبوا عليها يقرؤون القرآن الكريم وأخرجوا زكاة أموالهم ليتقوى بها الضعيف والمسكين على صيام شهر رمضان هكذا يكون استقبال شهر رمضان المبارك الشهر الذي من فيه على عباده بالعطاء العميم فيقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا وفي رواية من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فعلينا جميعا أيها المسلمون أن نستقبل هذا الشهر الكريم كما كان يستقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنتأسى بصحابته الكرام وأن نستشعر مكانة هذا الشهر عند رب العالمين حتى يتقبل الله تبارك وتعالى منا صومنا وعلينا أن نستقبله بتوبة صادقة خالصة نصوح توبة تغسل زنوبنا وتطحر قلوبنا وتطحر جوارحنا من المخالفات التي تشتهيها النفوس توبة نرضي بها ربنا سبحانه وتعالى حتى يتقبل الله تبارك وتعالى منا أعمالنا الصالحة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضانا وأن يرزقنا فيه صالح الأعمال وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا